ألقت الانتخابات الرئاسية للسابع عشر أفريل الماضي بظلالها على المشهد السياسي العام بالجزائر ورسمت معالم خارطة سياسية جديدة اختزلت أكثر من أربعين تشكيلة سياسية في ثلاثة أقطاب لتتحول هذه الأقطاب إلى ما يشبه أحزاباً موسعة أعتقد أن كثرة الأحزاب وهذا قلناه منذ البداية أنه لا بد أن يأتي يوم وتجتمع كل هذه الأحزاب في أقطاب لأن عدد الأحزاب الحقيقية في الجزائر لا يتجاوز ستة أو سبع أحزاب أما الباقي هناك أربعين حزب تساوي أربعين شخص ومن ثم على هذه الأحزاب أن تلتقي في أقطاب حسب القواسم المشتركة وحسب النظرة للمستقبل ولكن وجود حوالي خمسين حزب في مجتمعين ما هذا دليل القرطة على فشل الطبقة السياسية والسلطة في نفس الوقت لأن الجامع يرمي إلى التمييع المتتبع للتحولات السريعة التي تعرفها الطبقة السياسية يراحض تحرك الأحزاب باتجاه خيار التكتلات والعمل المشترك بما يضمن مصالحها وعجلت بميلاد ثلاثة أقطاب سياسية الأول يضم الأحزاب الداعمة للعهدة الرابعة وهي ما يصطلح عليها بأحزاب التحالف الرئاسي وأخرى تسمي نفسها بالمعارضة تجمع خمسة أحزاب تسعى للتوسع لتضم شخصيات سياسية كمولود حمروش وأحمد غزالي وأطلقت على نفسها اسم التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي والقطب الثالث يتزعمه المترشح للرئاسيات علي بنفليس يجمع أربع عشر تشكيلة سياسية حديثة نشأة تعتزم الإنسهار داخل التنظيم الجديد لبنفليس الذي قرر الإعلان عنه قريبا تحت مسمع قوى التغيير أتمنى أن لا تنتهي هذه الأخطاب بحلول الصيف وأن تستمر ولكن ينبغي أن ننتظر ظهور أرضية مشتركة داخل هذه الأخطاب يتم توقيعها والتعاوذ بالعمل معا من أجل تحقيق أهداف الأرضية وتبقى الأحزاب مستقلة في برامجها الأخطاب هذه لا معنى لها إن لم يكن لها برنامج مستقبلي لمدة خمس سنوات على الأقل قد تكون تحركات طبقة السياسية نحو خيار التكتلات مؤشرا على دراجة من النضج السياسي إلا أن الكثير من المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر يأملون في أن لا تكون هذه المساعي صحابة عابرة في سماء الجزائر بعد رئاسيات 2014 اشتمتله بالعمل